السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزية رقم 6 من شبط الرقم 3 هنبدأ نتكلم عن طرق تصنيع الميتال ماتريكس كومبزيت كمثال على الكومبزيت ماتيريال في الحقيقة الكومبزيت ماتيريال أو الميتال ماتريكس كومبزيت أنا ممكن أن تجه في 3 حالات إما من الليكودي ستيت أو الصوليدي ستيت أو الجاز ستيت يعني أقدر أن تكون من كافة حالات المادة الثلاثة زي ما احنا شوفنا طيب لو أنا همتكون من الليكودي ستيت عندي 3 طرق عندي السير كاستينج أو الفورتكس ميسود يعني بيسموها طريقة التقليب أو السباكة بالتقليب أو الطريقة الدوامة إن أنا لما بقلب داخل الليكودي متل بتعملي حفرة داخل الليكودي متل وبالتالي ما تمكن إن أنا أحط جواها رينفورسمنت وأقلب فتعيد توزيع رينفورسمنت داخل المادة أول سكويس كاستينج طريقة السباكة بالعصر ونشوف الحاجات دي بتفاصيلها أول طريقة التالتة اللي هي إنفلتريشن ميسود زي ما هنشوفها في حينها تعالي نتكلم على ستير كاستينج كأول طريقة بنتك بيع الكومبزيت ماتيريال من خلال الليكودي متل طيب بما إن هنتيجوا في حالة الليكودي يبقى أول حاجة معاملة عندي ميلتزا ماتريكس إنزا في أرنس عندي الجهاز اللي أنا شايفه قدامي عندي فورم كوبلة تمام عندي المادة بتاعتي الليكودي متل هي ألمنيوم هنا عندي جوة الكروسابول داخل الكروسابول منصهرة تمام الفورن محكمة الإغلاق إلا من فتحتين واحدة عشان الريمفورسمنت واحدة عشان المؤلب اللي أنا بقلب بيه اللي هو الميكانيكي المؤلب الميكانيكي ده اللي هو بيدوره المطور الكهربي تمام طيب أول حاجة بعملها قلت ميلت زي متل ماتريكس إنزا فيرنس خلاص أنا صحرت المادة المعدنية بتاعتي المطلوب بعد كده أبدأ أعمل عملية ستيرينج عملية تقليب ليه؟ عشان تعمل لي فورتكس أو دوامة أو حفرة داخل السائل ده طيب بعد كده أضيف عملية الريمفورسمنت بتاعتي طيب أضيفها داخل الحفرة دي وبقلب فبيقعد توزيعها داخل الماتريكس بس هنا في شرط إن أنا قبل ما أضيف الريمفورسمنت أفتكر كويس قوي إن أنا عملت لها معالجة تمام طيب بعد كده بصب الكومبزيت ماتيريال في الشكل المطلوب بالنسبة للمثال اللي قدامنا ده إحنا مستخدمين الألمينيوم أزا ماتريكس اللي هو درجة حرارته حوالي 650 وكان الريمفورسمنت بتاعنا أوكسيدي الماغنيزم تعالوا نشوف عملية الصب هتم إزاي عملية الصب في الحقيقة هتم ممكن بطريقتين إما ساند مولد وده اعتبر تيمبرري مولد يعني في القالب الرمل وده اعتبر قالب مؤقت ينتهي بنهاية عملية الصب يعني أحتاج منه عدد كبير لو عندي منتجات كبيرة طيب النوع الثاني اسمه متالك مولد وده بيرمننت أو بيكون قالب دائم ده مستمر معا لما جا شوف الساند أو التيمبرري مولد ألاقي العملية في المنتهى البساطة أنا بعمل إيه؟ أنا بجيب الباترين أو النموذج الخشب بتاعي وبعد كده أحطه على بليت زا ما إحنا شايفين داخل الساند بوكس وبعدين أحط عليه رمل وأبدأ أدوك بغاية لما أضمن أني اتدك تماما بيه الرمل بعد كده أعدله تمام؟ وأحط جزء تاني من الساند بوكس برضو وأحط عليه رمل وأعمل حساب حاجة اسمها الجيتنج اللي هي اللي أنا هصب منها وحاجة تانية اسمها الريزر أو النفس زي ما إحنا شايفين في المنظر الإيه رقم 4 ده بعد كده أجيب الإيه الكمبوزي بنتيليل اللي هو اللي احنا شوفناه من شوية اللي هو كان منصهر وأصبه داخل الإيه داخل القلب بالطريقة دي لغاية لما يملأ الفراغ كله بتاع الآلب ويطلع كمان من النفس عشان أضمن أن كل الكافتي عندي يتمالك طيب في الحقيقة بعد كده المتال ماتريكس كومبوزيت أو صب المتال ماتريكس كومبوزيت داخل المتاليك مولد أو البرمنانت زي ما إحنا شايفين أنا عندي إما أن يكون عندي القالب لو هنتج منتج واحد قالب بسيط زي ما أنا شايف أدى عندي الباتري إنه هو عبارة عن فراغ أنا حفره داخل القالب المعدني وبرضو عامل جيتنج وريزر هو يفرق بينه عن الساند كاستنج إن ده يعتبر متل يعني أنا حافر شكل الفراغ بشكل المنتج اللي أنا أعاوز طبعا بصب من الطريق من هنا لغاية برضو لما أملى كل الفراغ ويطلع من الريزر وبعد كده أفك الجنبين عن بعض وأطلع المنتج بتاعي لكن عندي برضو ده لو كان المتاليك مولد ثابت لكن ممكن يكون عندي المتاليك مولد متحرك فبيبقى عندي عبارة عن جزئين طبعا قبل ما بصب لازم أعمل عملية سبريينج داخل القالب وداخل الفراغ عشان أضمن إن المنتج ما يلزقش داخل العملية دي أو داخل القالب وعندي جهاز هيدروليك بيحرك جزء من القالب بيمين أو شمال عشان يقفل أو يفتح إليه القالب بعد ما بحط الكور اللي هو ياخد شكل الفراغ بتاع المنتج بقفل الاتنين على بعض أصب بعد ما تتم عملية السب أروح فاتح القالب عن بعضه وطلع المنتج بتاعي زي ما أنا شايف ترجمة نانسي قنقر